ترأس وزير تموين والتجارة الداخلية شريف فاروق اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث استعرض الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة واشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة كدراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين خاصة في ضل التحديات الاقتصادية العالمية